مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين شركاء العملية السياسية في العراق بدأت بإعلان التيار الصدري تجميد المفاوضات مع بقية الكتل بشأن تشكيل الحكومة وكذلك إعلانه عن عدم حضور نوابه جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية قرار وصفه مراقبون بالمفاجأ والذي قد يفاقم الأزمة الحالية في البلاد ويدفع نحو مزيد من التوتر السياسي وربما الأمني كذلك فالإطار التنسيقي لا يضم فقط كتلا سياسية بل يضم ميليشيات مسلحة موالية لإيران سبق أن هددت بإشعال الأوضاع الأمنية إذا لم تأخذ نصيبا من كعكة السلطة على الرغم من خسارتها في الانتخابات النيابية الأمر الذي يفتح الباب أمام الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد غير أن محللين يرون أن زائم التيار الصدري ربما يناور فقط بقرار تجميد المفاوضات ومنع نوابه من حضور جلسة البرلمان إذ أن مصادر صحفية كشفت عن أن ضغوطا كبيرة تمارس على التيار الصدري في ملف تشكيل الحكومة من جانب الإيرانيين الأمر الذي ربما دفعه إلى المناورة بإغلاق الملف برمته والدفع بالأمور إلى حافة الهاوية لإجبار الطرف الآخر على التراجع عن بعض شروطه التفاوضية وبالنظر إلى الخلاف الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المرشح وشير زيباري متهمة إياه بالفساد أثناء توليه وزارة الخارجية فإن الأزمة في العراق باتت أكثر تعقيدا وتشعبا بحسب رأي المحللين الذين يرجحون ارتباط الملف السياسي العراقي برمته بمسار التفاوض في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني ما قد يدفع إلى تفاهمات أمريكية إيرانية لترتيب الأوضاع السياسية في العراق وفق مصالح الطرفين